موسيقى 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 أما فساد ذات البين قد قال فينا وسلم بالمفسادة العظيمة فساد ذات البين هي الحلقة لذلك تأخر ويصلح بينتنا وهذه أيضا من أفضل التعاط من أفضل التعاط خير الناس من جعلهم الله جلاله فعلاء واصيطة بين رب الناس والناس وخير الناس أنفعهم للناس طوبى لمن جعل الله جلاله فعلاء لمن جعل الله مفتاحا للخير مقلاقا للشر وفي ذلك أن أما بكر من أدبه رضي الله عنه وارضاه قال استأذن الناس ففيها دلالة أن الإمام غير مرتب إذا أدخلوه أو أن من أدخلوه دون الإمام الراتب لابد أن يستأذن الناس ليرتضوا عن ذلك ولأن من أما قوما له كارهم فيه ما فيه من أشد عليه في هذا لا تقبل صلاته قال أبو بكر إن شئتم ومع أن أبو بكر يعلم أنه أفضلهم ويعلمونهم أنه أفضل وأن الإسلام لا يقدم على أبي بكر أحدا بحرم نحوه لما سألوا عمد من عاصمة أن أحب الناس إليك قال عائشة قال لست عن نساء أسأل عن الرجال أسأل قال أبوها وفي هذا الأمر أن الإمام الراتب يدخل بين الصفوف وفيها دلالة عن سلطرة الإمام سلطرة المأموم لأنه لا يتحاشى المرور من أمام المصلي حتى قارب الصديق وأمره أن يبقى فالصديق رفع يديه وحمد الله لليفعلها فيها حتى شكر الله لليفعلها وحمد الله وهو بين يديه لليفعلها ولذلك شوف الأدب الجنب قال أبو وكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يديه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه أمره وهذا يستشكل أهل السلوك أرباب السلوك يقولون المفروض الامتسال أفضل من إيش يعني الامتسال أفضل من السنة ما يقولون بذلك ونقول أبو وكر أتى بالامتسال والسنة أتى بالامتسال والسنة امتسل لقول الله جل في علاقات ويجادة الله ورسوله وأيضا أتى بالسنة بأن النبي سلام قال لا يأمنا الرجل رجل في سلطانه إلا أن يأذن لهم وأيضا في قوله أم القوم أقرأ من الكتاب الله وأن النبي سلام أقرأ الأمة وأقرأ البشرية لكتاب الله جل في علاقات فحمد الله ورجعه ورجع فقاه قال حتى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث له فقه كثير جدا من المسائل التي هي أطرف ونطف عظيمة منها أولا بأنه لا يدوث تأخير الصلاة حتى ولو كانت في المسجد من أجل إمام الراتب إن كان الأمر سيدر بالمصلي إن كان الأمر سيدر بالمصلي لأن النبي اشتد على معاذ عندما قال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ وقال من صلى من الناس فليخفف إذن الضعيف هو أمير القوم أمير الراكب فإذا غاب الإمام معالم بغيابه فيقدمون من يصلي بهم يكونوا أهلا لذلك ولا يؤخرون من أجل أن لا يقع الضرر بالآخرين وهذا أمر معتبر شرع النعيم مقاصد الشريعة والحق أن الإقامة تكون للمؤذن إن لم يوجد الإمام هو الذي يأتي يختار من يعلم أنه الأعلم أو الأخرى ليقدمه على الناس كما فعله مع أبي بكر وأبي بكر تأدب وقال إن شاء الناس سالي الناس هنا ما يوافق الترجمة ما يجز من التسفيح والحمد بأنهم لما دخل النبي دربوا على أفخاذه وكانوا يصفقون من التسفيح والتسفيق فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه أورابه شيء في صلاته فليسبح إنما التسفيق للنساء هنا نبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرين أو قال أمرين مهمين الأول أن الإشارة إلى التفات الإمام حتى يصح ما أخطأ فيه هو التسبيح ليس لنا إلا التسبيح وهذا يخرج حابلة من الموضوع لأن الحابلة يقولون يجوز الكلام ولمصحة الصلاة وليس لهم دليل فيه روح وميستدلون بحديث ذي اليدين أنه قال يا رسول الله قصرت صلاة أم أم نسيت قال لا قصرت ولا نسيت ثم قال أبي بكل عمر أصدق ذي اليدين قالوا نعم هذا في غير النزاع أصارة هذا في غير النزاع أصارة لأن زل يدين أصلاة يعلم أنه ليس في صلاة هو ليس في صلاة أصلا يحسب ذلك وأن النبي السلام كلمه على أنه ليس في صلاة فصحيح أنه قال فقال من نابه شيء فليسبح لو كان هناك بديل لبينه النبي السلام لأن النبي السلام ما قلت من أمنا لاختار أسرهما والتيسير التنويع التنويع تسير فلما قصرها على التسبيح علمنا أن غيرها لا يقوم مقامها والنساء أيضا جعلت التسفيق لهن قالوا إنما التسفيق للنساء فالتسبيح جائز باتفاق لرجال والنساء جائز لهن التسفيق وإن كان محنيفة يرى أن الصلاة تنقطع بذلك هذا خطع بين والحابلة أشوف هو ثلاث مزاهب والحابلة قالوا له أن يتكلم لمصحة الصلاة يا إمام أنت في السلسة يا إمام أنت سهيت ونسيت على أن تخبر الفتح ما هذا الصلاة بطر الراجح في هذا الباب أن صلاة هو تكون بطر يقول من سبح أو حمد ردا على أحد فهذا كلام فتبطل صلاة بذلك هذا خطع منه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابه شيء من نابه شيء فليسبح فأمره بالتسبيح يوهي أميان لا 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 رجل ما أتى إلى الآن ماذا نفعل لا لكن رأيتهم يسكتونني وما أمرهم بالأعاد لكن هذا على أساس منهياته المأمورات وليح حقا لأنه كان جاهلا فمن تكلم فمن تكلم وهو يعلم تطلب صلاةه قال إن في الصلاة لشغلا لمصلحة الصلاة قلنا الاحتمال فيه وارد وهو ضعيف لأن الإنسان أبقى إنما التسبيحه إنما التسبيحه للنساء حتى لو كان يسبح مرة ثانية حتى ينتبه تكلم جاهلا ما تكلم مصلحة الصلاة تتكلم ردا على السلام وقال يسكتونني وسكت الكلام هنا على النقاش لو تريد تناقش في هذا الباب سيدنا تناقش في مسألة زي اليدين الصلاة ما انتهت ما هو يستدل بها ذلك هو تكلم هو في الصلاة لكن هذا المتكلم هو الإمام لكن تكلم هو على أن الصلاة قد انتهت التشيع مازال لما سأل قال أحقهم ما يقول ماذا قالوا هم قالوا نعم لماذا قالوا نعم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونهم في الصلاة وهنا بقى في الصلاة لو النبي صلى الله عليه وسلم نادى أحد واجب عليه الرد ولا تبطل صلاة وهذه حالة خاصة لأنهم قال استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم أبو موسى ما رد عليه فأنكر عليه أبو موسى أبو موسى فأنكر عليه وقال إما سمعت الله يقول استجيبوا الله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم طب راجع 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 بس خلاص ما شو وأيضا من الفقر في ذلك تقديم تقديم الأعلم والأعلم هنا هو منهج الأفقة يعني وهو منهج الشفائية والملكية وأن كاننا نحن بنا يقولون الأقرأ والحق أن نقول لأجمع من القراءة والفقه قد قال لنا السلام ليني منكم أولو الأحلام والنهر وفيها دلالة أن الالتفات في الصلاة لا يقطعها لأن أبو موسى أبو موسى وأن كان لا يلتفت لكنه التفت من أجل شدة التصفيق حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتراجع وفيها أنه لا يصح المزاحمة لمن له الأحق هو أبو سيد المعال شوفها في الأمر الآخر هل أبو موسى فيها في الباب ولا لا وفي أيضا دلالة على جواز الفتح للإمام نرى ذلك وأوكد منه أنه سلم لما ارتجت عليه الآية قال إذا بزع طب صيبوا باك إذا ارتجت عليه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي القوم أبي قال نعم قال فما يمنعك في المساء الفقيرة يجوز الفتحة للإمام التبقيني إذا أختار ولما اختلفوا في هذا الباب فأجزوا الأكثرون مما أجزوا عثمان وعلي وابن عمر وأما فقال مالك ويوجودهم محبان قال مالك ويوسف والشفعي وأحمد قالوا بذلك وكانت تصائفهم مثل ابن مسعود والشعبي والنخي وهذا الكراية هنا من أجل نوم إذا ارتجت عليه القراءة ففتح عليه فنوم ورؤيا عن أبي حنيفة إن كان التسبيح جوابا قطع الصلاة وهذا خطأ مبين كما قلنا وإن كان مرور الإنسان بين يديه لم يقطع وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا الصحيح الرجع أنه لا يقطع والتسبيح عموما لا يقطع بل التسبيح هو حال حال المصلي عندما ينوبه شيء في الصلاة الفوائد المستنبطة تقديم من حق التقديم واجب وتخير من حق تخير واجب عند تعرض المصالح لا بد من تقديم المصلحة الأكبر فبفتح الثالثة لا يؤمن الرجل الرجلة في سلطاني لا يؤمن الرجل الرجلة في سلطاني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر